مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب والامتثال لأي قرار دستوري صادر من السلطة التشريعية في كيفية التعامل مع الوضع المالي الجلسة اليوم كانت مخصصة لجدوى الأعمال المختلف ولكن ارتأى أصحاب السعاد النواب أن يتم طرح هذا الموضوع نحن كسلطة تنفيذية لم نستخدم الصلاحيات الموجودة في اللاحة الداخلية لتأجيل النقاش أردنا أن نستمع إلى ما سيتم طرحها وكانت هناك مداخلة في نهاية هذه المداخلات عبرت عن وجهة نظر الحكومة في الموضوع قرار الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة هو وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة وأعلن ذلك يوم أمس قد تكون هناك قراءة مختلفة للسلطة التشريعية ولكن الحكومة ملتزمة ببرنامج عملها ملتزمة بميزانية عامة كأداء تنفيذية لهذا البرنامج وضعت هذه الميزانية بناء على اعتماد معين لسعر البرميل بالنسبة للنفط وهما يمثل معظم الإرادات الحكومية ولكن الآن واقع جديد يفرض نفسه علينا لابد أن نتخذ قرارات وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة للحكومة لم تتم مشاورات مجلس النواب كما وعدت الحكومة بذلك هذا يعاد عدم تعاون من الحكومة في هذا الشأن وأنا اليوم كنت أتمنى من أخواني في المجلس النواب أن يكون الموقف أقوى مما ظهر ولكن أعتقد أن نمضي للأستجوابات التي تم التوقيع عليها الاستجواب لوزر الطاقة والاستجواب لوزر المالية في هذا الشأن والوصول إلى الاستجواب بحد ذاته أعتقد أنه يكون إنجاز لمجلس النواب متمنين فعلا أولا أن القرار يقف وتتم مراجعته لأن القرار سيضر بالمواطنين أضرار شديد سترتفع الأسعار هناك خيارات دستورية أخرى مطروحة أمام المجلس ولكننا نسعى في البداية لعدم التأزيم نتمنى أن يحل الموضوع لأن الحكومة رأت ما جرى لدى المواطن الأمس وسمعت ممثلين الشعب ماذا قالوا إذا لم تستجب سيكون هناك خيارات وأدوات أخرى تم التوقع عليها اليوم وستطرح في الوقت المناسب ولكننا نتأمل من الحكومة أن تلتزم بما وعدته أدبيا في برنامج الحكومة وما طرحته من مداخلات من وعود مسؤولين ووزراء حكوميين بأن المواطن لن يمس جراء رفع الدعم